رحبت حادو خبائل سيناء بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيارته لمدينة العريش وقام وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة وعمر الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدى بزيارة مستشفى العريش العام حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم كما توجهوا لمعبر رفح البري لتفاقد المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة عبر المعبر ضمن الجسر البري الإغاثي تعيش عصرها الذهبي في أهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء كانت في طايا النسيان لعقود طويلة ولم تكن ترى أي زيرات أو اهتمامات من كبار المسؤولين الذين كانوا يجبون كل محافظات مصر إلا سيناء ولكن الرئيس السيسي رأيناه يحرص على زيارة سيناء ورئيس الوزراء وجميع الوزراء أصبحت سيناء له مكانة كبيرة لديهم وأما أن الأوضاع الرئيسة في غزة فأقول أن الرئيس السيسي حسم ملف تهجير التهجير ومحاولات جيش الاحتلال الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وجعل قضية سيناء في بؤرة اهتمامات العالم وقضية الفلسطينية لأول مرة في بؤرة اهتمامات العالم ونشاهد معظم دول العالم ابتدت تتف حول القضية الفلسطينية المشاريع الجديدة اللي بتتعامل والتطور الكبير إن شاء الله اللي حيحصل في سيناء وإحنا كمان بنوعادكم أن الشعب البطل الشعب السيناء والبطل اللي وقف ضد الاحتلال الإسرائيلي واللي وقف ضد الإرهاب إحنا حيكون في أولوية اهتمامنا كأعلام مصري بصفة عامة وطبعا الشركة المتحدة كجزء منه الأقدار كتبت على أهالي محافظة شمال سيناء أن يكونوا خط الدفاع الأول من الاتجاه الشرقي لمصر وهو أخطر الاتجاهات وكلنا طبعا عارفين التاريخ وعارفين أن مصر لم يحدث عليها أي نوع من التعديات أو الحروب من الاتجاهات الأخرى سوى الاتجاه الشرقي أنا بقطع على نفسي عهدا أمامكم وأمام كل ديوفنا أن فعلا محافظة شمال سيناء سوف تكون سلة الغذاء لمصر بالكامل وإحنا قدامنا يعني بالكثير ست شهور وحكون وسط سيناء اللي كانت عب على التنمية أصبحت هي مركز التنمية وذلك بزراعة 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر اللي افتتحها السيد رئيس الجمهورية من حوالي ست شهور وإحنا البنية الأساسية شغالة وعلى وشك الانتهاء وحتكون منطقة وسط سيناء زي ما بقول اللي كانت عب على التنمية هتبقى أحد مراكز التنمية ترجمة نانسي قنقر